اشتركوا في القناة مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة حلقات برنامج وفي رواية أخرى مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية السابقة ونائبة رئيس حزب الأمة القومية السودانية وأيضا القيادية في قوى الحرية والتغيير دكتورة مريم مرحبا بك مرة أخرى مرحبا بك أستاذ بترديد أنا سعيدة أن أكون معك مرة أخرى ومع إطلالة على مشاهديك والمشاهدات شكرا جزيلا وأنا أيضا سعيد شكرا جزيلا لك دكتورة مريم طبعا ما حدث في السودان هو بالتأكيد أساسا من ثورة طبعا هو شأن سوداني داخلي ذلك لا يعني أن ما كان يحدث في السودان هو يحدث بمعزل عن الاهتمامات السياسية للمحيطة الإقليم والعالم بشكل واسع الولايات المتحدة كانت متابعة لما يحصل طبعا انتحاد أوروبي كان متابع وتحدثت لنا في الحلقة الماضية عن انتصالاتكم خلال مرحلة المعارضة بالاتحاد الأوروبي ما حدث في باريس ولكن كان هناك نوع من النقاش والجدل في مرحلة من المراحل في بداية الثورة عن دولة معينة وهي الإمارات العربية المتحدة علاقة بما يحدث في السودان كلام هذا مبني على ماذا مبني على أن الإمارات العربية المتحدة كانت لديها اتصالات مع مختلف أطراف العملية السياسية حينها في السودان كانت على اتصال مع النظام السابق كانت على اتصال مع رئيس المخابرات حينها صلاح جوش حينما فهم في وقت من الأوقات أنه بدأ يغير من موقفه المتحالف مع الرئيس المخلوع عمر حسين البشير وأيضا كان لها اتصال مباشر مع المعارضة السودانية حضرتك شخصيا قمت بزيارة للإمارات في 2019 شهر أربع بالتحديد أولا ما دور الإمارات حينها في الشأن السوداني في الثورة السودانية وأيضا لماذا تلك الزيارة ما الغاية منها نعم بالتأكيد الدولة الأمارات الشقيقة عندها علاقات واسعة في السودان مع مختلف الفاعلين السياسيين آنذاك وحتى الآن وأيضا الأهل في المملكة العربية السعودية كذلك وكذلك مصر قطر كان دوما عندها أيضا علاقات لكن حول الثورة السودانية ما كان الدور القطري السياسي واضح يمكن قناة الجزيرة كان حضورة أكبر بصورة غير مباشرة ولكن بالنسبة لدولة الأمارات يعني حقيقة الوجود الشعبي والعلاقات الشعبية ما بين دول الخليج خاصة السعودية والأمارات وقطر وما بين الشعب السوداني علاقات عميقة وحقيقية أنا شخصيا عندي انطباع أقول انطباع لأني ما عندي إحصاءات دقيقة أتحدث عنها إن الشبابنا من الأسر اللي اغتربت في هذه البلاد وكان يعني الشباب النشأ في منطقة الخليج كان عندهم أدوار كبيرة ومقدرة في الثورة والتعب عليها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وغير من القضايا والتمويل والترتيب الأمارات عندها استثمارات حقيقية في السودان وعندها علاقات حقيقية وكذلك مصر فالمجموعة من الدول دي كان عندها وأيضا وجود النظام البائد دخل في مسألة التحالف الدرع العربي في حرب اليمن كل هذه القضايا والتداخلات بجانب الاهتمامات الكبيرة الاستراتيجية للإمارات في المنطقة عموما لو في ليبيا من غربنا وفي إثيوبيا من شرقنا والاهتمام بالوجود في أفريقيا والاهتمام بأمن البحر الأحمر كل بالذات الأمارات والسعودية عندهم وجود مباشر وغير مباشر في دعم الثورة السودانية تقولين في دعم الثورة السودانية كان هناك انطباع بأنه ربما الإمارات كانت من بداية الثورة العربية في 2011 كان هناك انطباع وكانه الإمارات المتحدة تأخذ موقف الثورات المضادة أنه ليس من مصلحتها ربما أن تتحالف مع الثورات الشعبية بل كانت تفضل الأنظمة للحفاظ على الوضع المستقر بمنظورها طبعا بالتأكيد في السودان عندها دور مباشر في دعم الثورة السودانية وعلاقات مع العديد من القوى السياسية السودانية نحن بالنسبة لنا في السودان وفي حزب الأمة القومي عندنا علاقة تقوم على رؤية استراتيجية في لقاءات مهمة تمت مع الحبيب الإمام علي وردوان ومعي وبالتالي نحن نعتقد أن هناك مصلحة حقيقية للدول الخليجية الغنية في أنها تستثمر في أفريقيا لتجديد وتنويع ثرواتها خاصة معلوم أن ثروات البترولية وغيرها إلى نضوب هي ليست ثروات متجددة بينما الواقع الأفريقي المليء بالوعد وبالموارد المختلفة يمكن أن يكون هناك تكامل حقيقي لمنطقة فيها من المشتركات الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية والثقافية الكثير وبننطلق من رؤية فيها كيفية أن يكون هناك تكامل ما بين ضفتي البحر الأحمر وفي هذا الأمر هناك رؤية استراتيجية ننظر لها وبنعتقد أن هناك مصلحة استراتيجية للعرب من أفريقيا والعرب من الخليج في أن يتم هذا التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالنسبة لي شخصيا زيارتي في أبريل 2019 كانت أول زيارة لخارج السودان بعد انتصار الثورة السودانية كانت في مايو 2019 وذلك للتعبير بصورة رسمية عن الشكر الجزيل لما قامت به الإمارات آنذاك من إيواء للحبيب الإمام في يونيو 2018 إثر عدم سماح السلطات المصرية للإمام بدخول الأراضي المصرية بعد ما كنا عدنا من رحلة كانت مهمة لنداء السودان في برلين آنذاك وحقيقة يمكن للكثيرين الطريقة التم بها هذا الترحاب وهذه الاستضافة والظروف السياسية والاستراتيجية الصحبة كانت عندها مآلات كبيرة جدا جدا مهمة جدا في تاريخنا في حزب الأمة وكذلك في تاريخ الثورة السودانية فكان هذا هو الأمر طيب قبل قليل ذكرت اسم صلاح جوش وتحدثنا عنه طبعا في الحلقة الماضية رئيس جهاز المخابرات السوداني حينها في نظام السابق كانت له اتصالات قبل الثورة كانت لديه اتصالات مع قيادات المعارضة مع المرحوم صادق المهدي أيضا ما طبيعة هذه العلاقات والاتصالات وهل هو كان يبحث عن مصلحة أو سبيل لإنقاذ مصلحة النظام أم أنه كان فعليا يراهن على المعارضة وعلى الثورة وأن الثورة قادمة لمحالة فكان يحاول أن ينسق معها أو ربما يلتحق بها هناك تداخلات عميقة كانت داخل النظام الحاكم آنذاك وصراعات مراكز قوة كبيرة جدا خاصة في الفترة الأخيرة وصراعات حقيقية داخل المجموعات المؤتمر الوطني السيد صلاح جوش كان شخصية مهمة وكبيرة كأحد أبرز مدراء الجهاز المخابرات ولكن تم الإطاح به بصورة مفاجأة وبصورة كبيرة حتى اتهامه وملاحقته وذلك إثر تبنيه لفكرة حوار عبر المؤسسة الأمنية التي أوكل إليه قيادتها وكانت استشارية أمنية وآنذاك بدأ اتصالات مع أيضا عدد من القوى السياسية بما فيها الحبيب الإمام عليه الرضوان وفي ذات اليوم الذي تم زيارته للحبيب الإمام ليبتدر هذه الحوارات تم الإطاح به بصورة مفاجأة واتهامه وتقديمه لمحاكمة وغيره ومن ثم في إطار الصراعات تمت في السنة الأخيرة وكان واضح سنة هي سنة انهيار مشاكل اقتصادية طاحنة مشاكل حصار دولي كبير حتى الدول الخليجية التي كانت بتتبنى نوع من العلاقة الشكلية مع النظام رفعت يدا الانهيارات الأمنية الكبيرة في ظل هذه الظروف أعيد صلاح قوش بصورة أيضا درامية لأن يكون يعني لأن يكون مدير للمخابرات كان العديد من القيادات السياسية يتحدثوا أنه السيد صلاح قوش حضر لهم في المعتقل وحاول يجري معهم حوارات ولكن طبعا جميعهم تمسكوا بأنه لا يمكن لأسير أن يفاوض ما غايته من ذلك؟ ما الذي كان يطرح عليهم؟ كان الحديث كله عن كيفية أن يتم هناك تغيير بصورة سلمية بحساب إزالة إزالة المشير البشير الرئيس المخلوع وغيرها لكن واضح أنه لم يكن باتفاق أو بتوافق مع الرئيس المخلوع نفسه الحاجة المهمة أهم اتصال أجراه مع الحبيب الإمام وكما أسلفت لك في الحلقة الماضية ومع قيادات الحرية وقيادات نداء السودان كان حول التهديد المباشر باستعمال العنف المفرط والقتل للمتظاهرين ولكن بعد نجاح الثورة لم يكن هناك كبير مجال للسيد صلاح قوش لأنه أيضا هو اسمه مرتبط بكميات من القضايا بتاعة التعذيب وغيرها من الانتهاكات والآن هو بعيد عن السودان يعني ليس ببعيد موجود في مصر ولكن واضح أنه لا يزال عنده محاولات للتدخلات عبر العديد من الأشخاص والجهات نفهم طيب بالنسبة ل فترة المفاوضات بين المكون المدني ليس المكون المدني حينها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري المفاوضات مستمرة للوصول للوثيقة الدستورية في الأخير ولكن قبل ذلك كانت هناك تحذيرات أطلقها الإمام مهدي حينها من احتمالية حدوث انقلاب في حال فشل التفاوض يعني هو حذر أنه هذه المفاوضات إن استمرت بطريقة طويلة ولم يتم التوصل بسرعة وبجدية لاتفاق فإن هناك محاولات أو هناك خطر حدوث انقلاب معين بداية على أي أساس استند هل كان لديه معلومات موثقة بخصوص حدوث انقلاب وإن كانت هناك معلومات من هي الجهة التي ستنقلب لأنه الحوار كان مع المكون العسكري مع المجلس العسكري والانقلاب عادة يقوم قبل العسكريين فمن هو هذا الطرف الذي كان سيقوم بالانقلاب؟ الحقيقة إنه التخوف كان من كل المحيط الذي كان يدور الحقيقة إنه نحن وجدنا أنفسنا شركاء شراكة غير مختارة القوى المدنية الثورية تدعو إلى الثورة والتغيير الكامل الراديكالي وفي ظل مهدد زعيم النظام البائد بقتل المعتصمين اختارت اللجنة الأمنية بقيادة آنذاك بقيادة القائد حميتي أن تواجه الرئيس المخلوق وأن يكون هناك تنحية للبشير لصالح التفاهم مع المدنيين الثوار الذين لم يكن لديها معهم علاقات قوية في الحقيقة والعلاقات مشوبة بكثير من إعدام الثقة هذه هي الظروف الموضوعية الخلت وجود الحبيب الإمام كزعيم كبير وزعيم عنده ثقل والثقة فيه من قبل المجموعات العسكرية ومن قبل المجموعات المدنية أن يدعو لأن يكون هناك نوع من إيجاد صيغة شراكة وتكون هذه الشراكة لأنه الاستمرار في عدم اللاحكومة واللااعتراف بعضنا البعض الذي كان موجود طيلة شهر أبريل ومايو يشكل خطر ليس فقط لردة وجود وإنقلاب جديد إنما لعنف مع المدنيين أنفسهم مضينا في هذا الأمر بصورة أساسية وكنا نتحدث عن ضرورة أن تكون هذه الشراكة طبعا حصلت أكبر مشكلة كانت في تماني رمضان في مايو كنا مضينا بصورة لا بأس بها في الحوارات وغيرها ده أدخل عدد من المجموعات المدنية كوسطاء ولكن توقف كما ذكرت لك لاحقا الأمر تماما عند حدوث جريمة فضل الاعتصام ده الأدى لدخول القوات أو المجموعات الدولية اللي هي وجدت أرضية في نهج الحبيب بالإمام في أنه ضروري أن تكون هناك شراكة مدنية عسكرية على أن نرتب لاحقا لذلك أنت بتجد الظروف الموضوعية تمت فيها الاتفاق السياسي أولا الذي يصيغ في في وثيقة السورية ظروف فيها تجاذب شديد فيها عدم ثقة حقيقي فيها ضغط من الشارع وغضب كبير وفي نفس الوقت خوف من انهيار أمني ليس فقط زي ما قلت بالقتل المباشر للمدنيين إنما بحدوث انقلابات من داخل المؤسسة العسكرية خاصة أنه معلوم النظام البائد واحد من أهم الأساليب العمل لها التمكين لنفسه ليس فقط التمكين الاقتصادي إنما السيطرة الشبهة الكاملة على القوات النظامية خاصة اليش وحتى الخدمة المدنية ففي ظل الوضع ده وفيه نظام لا يزال متمكن عبر كوادر منتشرة في كل الاتجاهات كان من المهم أن يحدث اتفاق بصورة مفتاحية حتى عشان يثبت الأوضاع ومن ثم يحصل له تطور لذلك كانت تخوف كبير ربما ما يبرر موقف الحزب في لحظة من اللحظات حينما قررت معظم مكونات الحرية والتغيير تعليق التفاوض مع المجلس العسكري حزب الأمة كان لديه موقف ميز جدا حينها وصف الأمر بأنه وصف المؤسسة العسكرية حينها ولا ينبغي التصعيد معها هذا ما قاله لبما ما صحيح صحيح أنا كنت شخصيا أنا ذاك من أمثل حزب الأمة وكان يحاول أن يمسك العصى من الوساط بحيث أنه يحافظ على التوازن بالضبط لأنه الحقيقة التشاد والمشادة ما بيننا زي إحنا عندنا مثل سوداني بيقول الزول لو الأواعي لو الملابس بتاعته مسكت في شوك نوع شوك الكتر عندنا شوك شوك الكتر لو نزعته أنت من تقف عاريا بالتالي حقيقة الأمر كان ملتبس ومتشابك في الواقع السياسي السوداني بصورة لا يمكن كان للمدنيين أن يقول العسكريين لا دخل لكم لأنه من حسم الأمور بصورة كبيرة جدا هو انحياز اللجنة الأمنية وصحيش كلام أو تخوف المدنيين إن كانت لجنة أمنية معينة وتابعة للنظام البائد الذي ظل يقصف بهم وغيره فبالتالي إيجاد الصيغة التي نعترف بها بأدوار بعضنا البعض كانت صيغة مهمة لنصل لاتفاق من أجل السودان الذي كان يعاني مواطنه من الضيق الضائق المعيشية ومن إعدام الأمن وغيره من التضايع كانت هناك أزمة ثقة كبيرة بين الطرفين سواء من قبلكم بالتأكيد ومن قبل طرف العسكري أيضا أزمة ثقة كبيرة أكيد أكيد وكانت حتى في أثناء الاعتصام نفسها بتعبر عنا الهتافات يعني إحنا مشينا ليهم ولزنا بحماهم ولكن ظللنا نهتف أيضا كثير من شبابنا بيهتفوا ضدهم نعم فبالتالي الوضع ده كان بتعقيده بيشكي بصدق عن الحالة السودانية لذلك كان لابد من الوصول لصيغة نعترف ببعضنا البعض مع هذا الإعدام للثقة ومع هذا الغضب ومع هذا الشعور بالضيق كان لابد نجد هذه الصيغة الصيغة توفرت بضغط سياسي كبير أنا بعتقد الحبيب الإمام عنده فيه والجعلة الأعلى هذه الصيغة التي تتفضلين بها دكتورة مريم هل هي تمثل فكرة حزب الأمة فقط أو كل مكونات الحرية والتغيير لماذا ترح هذا السؤال دكتورة لأنه وصفتم في الحزب أنكم ربما تخرجون عن تيار وإجماع الحرية والتغيير بل ووصلت الاتهامات تجاهكم بأنكم تميلون ربما أكثر باتجاه المكون العسكري المجلس العسكري أكثر من زملائكم في الحرية والتغيير واحد من تبعات الوعي الأكبر واحد من تبعات الهم الأكبر واحد من تبعات الانشغال بالمصلحة العامة دون المصلحة الذاتية تحملناها ونتحملها دوما إننا زي ما قال الحبيب الإمام بيقول دوما الفشغ بينته خرب مدينته لو جئنا لحساب أننا غاضبون ومستاءون وظلمنا وغيره فقط لكنا في مقدمة الرافضين لإيجاد أي حلول ولكننا نعلم تبعات هذا الأمر خطورة على هشاشة الأوضاع في السودان وعلى مزيد من التشوضي في السودان لذلك يعني بنقول يعني مسكنا الجمر بأيدينا وقدنا مسألة أن يجب على المدنيين والعسكريين أن يجدوا مخرجا سريعا وهذا في ذات الأمر أننا لم نستنكر أو لم ننكر على إخوتنا من المدنيين أو على شبابنا الثوريين هذه المشاعر الحقيقية لم نخونهم فيها ولم ننكر عليهم لكن قدناهم بجلد كبير وبهذا الوعي وبهذه الرؤية الاستراتيجية نحو أن نجد صيغة نتفق عليها وهذه الظروف الصعبة التي ولدت فيها الوثيقة الدستورية دكتورة طبعا أكيد الحصافة السياسية والحكمة والوعي والاستراتيجية التي تفضلت بها هذا شيء مهم وأساسي وضروري في العمل السياسي عدم التسرع والواقف الحدي وكذا هذا شيء إيجابي ولكن الطرف الآخر يقول أنه أنتم كحزب أمة ما قمتم به هو يعكس نوع من السذاجة السياسية والثقة المفرطة بالطرف الآخر بدليل ما حصل في النهاية المكورة أسكري في النهاية قام بانقلبه ونحن نعلم أن الجيش بطبيعة دائما ميال إلى تغور على السلطة وافتكاكها من المدنيين ألم يكن ذلك نوع من السذاجة سياسية غير صحيح ما قرأناه هو ما تم بضحط حتى باعتبار ما ما حصل حتى باعتبار ما كان لأننا قلنا ما هي مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة الخطوة كانت ضرورة أن نجد كلمة سواء نبدأ منها ونمضي في الإصلاح بواقع بناء الثقة ولكن أن نكون سويا في جسم واحد وفي مسؤولية واحدة لحكم معقد ونحن لا نبرح مكاننا في الاتهام والاتهام المضاد وأيضا أو في بعض الأحيان المجاملات يعني كان من المهم جدا جدا لجنة تقصي ما تم في لجنة الاعتصام بغض النظر عن ماذا تأتي يجب أن نعرف من الذي تسبب في هذا الأمر بالتالي كان هناك تهاون كبير جدا في هذا الأمر موضوع العدالة مهم جدا للاستقرار كما الاستقرار مهم جدا للحكم بالتالي هذا أمر مهم لذلك نحن اضطرينا مع أننا نحن دعمنا هذا الخطب قلنا يجب أن نمضي من هذه الوثيقة الدستورية التي ثبتت الشراكة لتطويرها لدستور انتقالي بل في يوليو 2019 تقدمنا بمقترح كامل للدستور الانتقالي في يوليو 2019 تقدمنا بمقترح كامل لقانون للعدالة الانتقالية في يوليو 2019 تقدمنا بمصفوفة كاملة فيها كل المطلوب ولكن للأسف القائمين على الأمر آنذاك ودخلنا بالتأكيد دي واحدة من المشاكل المرت فيها الفترة الانتقالية في تياذبات ما بين المدينيين أنفسهم وبعض القوى الأصغر يعني حجما الأكثر استعجالا التي ترى في الفترة الانتقالية الفترة الوحيدة التي يمكن أن تحكم فيها عملت بصورة كبيرة جدا على إقصائنا نحن حزب الأمة الحزب الأكبر والبيدي الزخم الجماهيري الكبير للمكونات لذلك اضطرنا في أبريل 2020 نعلن تجميدنا لعضويتنا في الحرية والتغيير ولم نخرج عنها لكن أعلننا تجميدنا لأنه بنرى هذا الأمر ما يمضي بطريقة خطيرة جدا على الاستقرار في السودان وعلى الفترة الانتقالية أن تمضي لمهاما وفي ذات الوقت محلة تجميد العضوية بصورة تفصيلية لما اسميناه بالعقد الاجتماعي الجديد هذا حدث بعد الوثيقة الدستورية نعم بعد الوثيقة الدستورية كانت في أغسطس 2019 نحن تقدمنا بالعقد الاجتماعي الجديد في أبريل 2020 قبل الوثيقة الدستورية كنا تقدمنا بالمصفوفة الكاملة التي كانت في يوليو 2019 بالتالي نحن ظللنا أبدا جزء فاعل ومهم جدا لم نعوذ أو نلوذ بالغضب أو الصمت أو الإبتعاد إنما ظللنا فاعلين إيجابيين نتحدث نعم نتحدث عن الغلط أو النقص ونكمل بمقترحات عملية مدروسة من الواقع السوداني أكيد سنتحدث عن هذه النقاط ونقطة الوثيقة الدستورية الوصول إليها ولكن قبل ذلك مسألة فض الاعتصام نتحدث عنه بشيء من التفصيل لأنه حتى الآن بعد سنوات الآن ثلاث سنوات من الثورة ما زال حتى لاحظة الآن لغة كبيرة وحديث عن من يقف وراء الاعتصام ومن تسبب فيه فض الاعتصام أقصد دقف عند فاصل قصير دكتورة ثم نعود دقائق قليلة مشاهدين الكرام مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام دكتورة مريم كما قلت قبل قليل فض الاعتصام نقطة جدلية كبيرة حتى الآن لا زال يخاض فيها حتى الآن في السودان حدث ذلك في الثالث من يونيو شهر ستة الفين وتسعة عشر تهمتم ما تقوله معارضتكم السياسية أو يعني خصومكم السياسيون يقولون بأنكم كنتم على الطلاع بتوقيت فض الاعتصام وتفاصيل حصوله وعلى أساس ذلك يعني هم يأتون بالدليل في وجهة نظرهم على أساس ذلك تم سحب أعضاء الحزب من ساحة الاعتصام هل صحيح هذا الكلام؟ وهل تم سحب فعليا أعضاء الحزب من ساحة الاعتصام؟ أولا فضل الاعتصام المرارة الكبيرة فيه ما بتظهر لمن تذكر التاريخ الميلادي بتظهر بعمق وألم لمن تذكر التاريخ الهجري هو كان يوم الثلاثين من رمضان شهر الغفران شهر الرحمة شهر العطق من النيران كان قبل يوم العيد بيوم والناس بيستعدوا لصلاة العيد وغيرها بالتالي حقيقة نفض الاعتصام يظل خنجر مسموم شديد الخطر شديد الألم ما لم نخرج للملأ ما دار في ذلك اليوم وبغض النظر عن من هو المسؤول يجب أن يعرف الشعب السوداني ويجد الجناء يعني عقابهم ويجد الشهداء الإشادة والرفعة التي يستحقوا وتجد أسرهم العزاء والتكريم ويجد الضحايا والمغتصبات ما تم في ذلك اليوم بالتالي هو وضع يعني هو ذكرى شديدة الألم شديدة السوء في تاريخ الثورة السودانية عود على بدء دي واحدة من الدعايا السوداء التي ظل يردد أعداء الحزب بأنه في خيم للحزب ولهيئة شؤون الأنصار تم فكها لأنه كان فعل مسبق والكلام ده كذب وإفتراء كامل الدسم لا علاقة له بالواقع هم حاولوا يحولوا الكلام ذكروا الحبيب الإمام في فضل الاعتصام قبل نجاح الثورة هو تحدث عن أنه السيد صلاح جوش والسيد أحمد هارون التقوا به وكلموه على أنه حيفضوا الاعتصام تنفيذا لكعلمات من الرئيس البشير حاولوا يلبسوا هذا الكلام في هذا الكلام وده للأسف من الأشياء اللي بتعبر عن مدى يعني خطورة السوشيال ميديا والكذب وتكرارة بصورة تتحول إلى واقع ولله الحمد الحبيب الإمام قبل انتقاله يعني استجدبته لجنة التحري عن التحقيق في أحداث فضل الاعتصام وثبت هذا الكلام بصورة أساسية ولله الحمد أما أنه هذا الكلام أنه في الحقيقة يعني سبحان الله عندنا عدد من قياداتنا كانوا مستأجرين هذه القيام لغاية وقت قريب في المحاكم لأنه القيام كانوا مستأجرين حرقت إحنا عندنا عدد من من قوادرنا اختطفوا في ذلك اليوم وعدد ضربوا وعدد يعني بما فيهم أولاد وبنات أخواته شخصيا كانوا موجودين في الاعتصام لم يتم الانسحاب لم يتم الانسحاب وحده منهم تعرضوا لصدمات نفسية كبيرة جدا مما شاهدوا غيره بالتالي كونه دي الأشياء أنا دوما يعني بنظر لمسألة الدعاية السوداء الحاول البعض من مختلف الاتجاهات والعندهم نوايا يعني سيئة تجاه الحذب حتى من مختلف القوى السياسية لو كانت يسارية أو من 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 النظام البائد تأكد هذه الدعاية بتكراره مع العلم الكامل إنها كلام كذب كامل الكذب ما هو الكذب هل هو ما قيل بأنكم سحبتم أعضاءكم من ساحة الاعتصال ولا نسحبوا أعضاءنا طيب معرفة موعد وتوقيت ولم نعرف بتوقيت الفضل زينا زي غيرنا أنا شخصيا أنا شخصيا يعني سمعت تبيها بصورة يعني بصورة انزعيقنا غاية الانزعيق لأنه قبلها بيومين كان الحبيب الإمام التقى قيادات وهو معه عدد من قيادات السياسية وأكدوا ليهم إنه لن يمس هذا الاعتصام وإنه أخطر شيء يتم أن يمس هذا الاعتصام بالعنف أي نوع من العنف بالتالي كما أسفت لك أستاذ بردد الحقيقة إنه الدعايات من بعض الأعداء المعروفين أنا ما عايز أسمي أسماء لأنه عملوا لنا هذه القضية عدة مرات في تاريخنا السياسي حاولوا يبثوا هذه المعلومة معلومة خاطئة تماما حقيقة لا علاقة لها بالواقع لم ندري ولم نعلم كان على أبدأ من شيء الإمام يسحب أحفاده من ذاك الموقع يعني كانوا موجودين وأصدقاؤهم وعدد من كوادرنا الأصيبوا وانتهكت يعني حصل لهم عنف الخيم بتاعتنا أخرقت زي كثير من الخيم اللي أخرقت لم يكن لنا أي علم كما أسفت لك هم حاولوا يحوروا كلام الحبيب الإمام حول الكلام مع جوش قبل مرحلة سابقة قبل الثورة كما ذكرت لك كان هناك تهديد بصفك دماء يعني نعم يوم 9 تحديدا يوم 9 أبريل حاولوا يلبسوا دي بديك وللأسف يعني الآلة الإعلامية المشوهة للعلاقات ما بين القوى السياسية ولاحقا لأداء الحكومة الانتقالية وغيرها الآلة الإعلامية الضخمة والقوية والمثابرة والوجدت حتى دعم من جهات أجنبية مذكورة في هذا الكتاب أنا ما عايزة يعني هذا كتاب مهم جدا أنا جبته عشان إنه ديء ورشة تقييم الفترة الانتقالية تعملت في يوليو هذا العام عملتها قوى الحرية والتغيير ما بينها وما بين جريدة الديمقراطية فيها معلومات كثيرة وفيها تفصيل كثير بشجاعة نادرة في العمل تقييم للأداء الذاتي للأقوى الحرية والتغيير نعم قبيل الحكومة وبعد الحكومة يعني في الفترة من يوليو أو من أبريل من أبريل 2019 لغاية الإنقلاب 25 أكتوبر 2021 الشاهد الشاهد إنه في آلة إعلامية خطيرة جدا وضخمة جدا رسخ تلك الاتهامات اتهاماته حتى إضعاف الحكومة الانتقالية والحديث طيب بالمناسبة يبقى السؤال الكبير الذي لم ربما بالنسبة للبعض لم يتم الإجابة عنه حتى اللحظة من الذي أعطى القرار بفضل الاعتصام نحن الآن أكثر من ثلاث سنوات الآن هل لديكم جواب نهائي؟ بالتأكيد لا يوجد جواب نهائي ودي واحدة من أكبر الخطايا وأكبر المشاكل ولذلك الآن نتحدث بصورة أساسية حول العدالة الانتقالية نحن ذكرنا العدالة الانتقالية في الوثيقة الدستورية المنقلب عليها في 2019 ولكن الآن هي واحدة من أهم قضايا الاتفاق النهائي كيفية تحقيق العدالة الانتقالية أنا شخصيا ترأس لجنة حزب الأمة لموضوع العدالة الانتقالية وتحدثنا بوضوح يجب أن يكون هناك مشاركة لأسر الضحايا لأسر الشهداء للضحايا للنازحين للاجئين لمختلف الجهات بما فيها منذ فترات عشان نعمل تصالح في السودان حقيقة الدعايات السوداء ضد بعضنا البعض وإنكار مواطنتنا لبعضنا البعض هي واحدة من أخطر المهددات لبقاء الدولة السودانية التي تعمل على إضعافها وهشاشتها طيب بعد فكرة اعتصام تأخذ قرار من قبالكم في الحرية وتغيير بوقف التفاوض مع المجلس العسكري المشكلة هنا أنه بعد ذلك بفترة عدتم للتفاوض هذا مشكل شرخا بين قوى المعارضة حينها هناك من شجع العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل المشاكل في السودان والوصول للوثيقة الدستورية بالأخير هناك من عرض ذلك قائلا بأنه أنتم تعطون الشرعية لمن قتل المنتفضين والمعتصمين أي جهة أخذتم أنتم؟ نحن أخذنا بالتأكيد جانب مواصلة للحوار طيب كيف يبرد ذلك؟ مع الطرف الذي يتهم بأنه هو من قتل رفاقكم أو ما هو المخرج؟ ما هو البديل أن نستمر في التشاكس والمواجهة مع بعضنا البعض؟ أم نبدأ كمواطنين مسؤولين عن بلدنا جميعنا أن نجد صيغة سواء؟ بالتالي هذا ما خرجنا إليه جميعا وما توافقنا عليه جميعا وبالتالي ولدت الوثيقة الدستورية في ظروف بالغة التعقيد ولكننا جميعنا مضينا إليها ولكن هناك من يقول أنها خرجت على حساب دماء الشهداء الذين سقطوا صحيح هناك من عمل هذا الاتهام وبالتالي الفكرة كان في هذا الأمر أن دماء الشهداء تجد العدالة بواقع العدالة الانتقالية وبواقع معرفة من أجرم لنبرئ جراح ما تم ولا ننسجن فقط في الماضي ونمضي إلى المستقبل ونقطة العدالة الانتقالية أصبح جزء أساسي في التفاوض بعد ذلك ولكنها للأسف مع قضايا كثيرة مهمة هجرت وأصبح هناك يوم بعد يوم افتراق ما بيننا كقوة ثورية تقود الشارع الثائر كقوة حرية وتغيير وما بين لجان المقاومة والمجموعات الشعبية التي تعبر عن الشراك الشعبي ودي واحدة من الأشياء التي في لحظة ما الانقلابيون اعتقدوا أنه حصل شرح بعيد ما بين القوة الثورية وقوة الحرية والتغيير لذلك من السهولة بمكان الانقلاب على الحرية والتغيير ولذلك قاموا بانقلاب 25 أكتوبر غير واضعين في حسبانهم أن مسألة التحول الديمقراطي والحكم المدني الحكم للمدنيين هو موقف أصيل للشارع السوداني لذلك حتى لم يحتاج الأمر من الشارع السوداني أن يقود قائد أو يوجه موجه منذ اللحظات الأولى منذ بدت علامات أن هناك انقلاب الشارع السوداني مباشرة تحرك ووقف واجه الانقلاب بصورة كبيرة جدا ولا يزال حتى اليوم ماضي في هذا الطريق لذلك الحساب الغلط للانقلاب أن هناك شقة وأن الشارع يأس من المدنيين وبالتالي هذا زمن مناسب ليحلوا محلهم اتضح أن حساب غلط الآن بذات المسؤولية وبذات الاهتمام بأن يستقر السودان وأن يمضي إلى الأمام نعمل على إيجاد اتفاق عبر عملية سياسية تكون تحقق مطالب الشعب السوداني بصورة لا ريعت فيها لذلك الآن لم يعد هناك مجال من وجود شراكة ما بين المدنيين والعسكرين وهذا أمر أصبح مسلم به لم يعد هناك من مجال ضرورة توحيد الجيش السوداني وإنهاء حالة الماليشيات والشقوات الشبهي نظامية وغيرها لم يعد من مجال من ضرورة إنهاء تمكين النظام البائد لم يعد من مجال من تأجيل مسألة العدالة الانتقالية ولم يعد من مجال من ضرورة أن يكون هناك سلام حقيقي لا يقوم فقط على المحاصصات وعلى التشويات الثوقية لم يكن السبيل والطريق سهلا كما تفضلت خلال الفترة التي تتحدثنا فيها ولا بسيطة للوصول إلى الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها حدث ذلك في أغسطس 2019 وشكلت الحكومة الانتقالية لانتحدث عن الوثيقة الدستورية هي كانت أساسا اتفاقا لتأصيل دستوري لفترة انتقالية يتم بعد ذلك تسليم الحكم بعدها للمكون المدني الفترة الانتقالية كان مفروضة أن تكون سنتين أو ثلاث سنوات طبعا لم يحدث ذلك ولكن حينها ما كانت الرؤية بعجالة رؤية الفترة الانتقالية ما هي أو الوثيقة الدستورية الوثيقة الدستورية اتفاق سياسي تم تحويله لمرجعية دستورية لتحكم الفترة الانتقالية لتنتهي بانتخابات حرة نزيهة ترجع الأمر للشعب السوداني وفترة انتقالية حددت لها في المادة الثامنة في الخصل الثاني حوالي 16 مهمة وتقوم على نظام برلماني لا مركزي وتقوم بالمهام المنصوص عليها أول حاجة للأسف مباشرة كان هناك نحن في حزب الأمة مثلا قابلنا بالوثيقة الدستورية كمبتدأ كبداية للتوافق ولكن كنا نرى فيها قصور كبير يجب أن تكمل وبالتالي هذا الأمر لم يتم أيضا قوة الحرية والتغيير نفسها الجسم الحاكم كان يحتاج لأنه يهيكل يكون فيه طريقة آلية لصنع القرار بشفافية وبمشاركة وغيرها هذا لم يتم نفسه هو الجسم ليتحول من جسم معارض كما أنشي قبل الثورة ليتحول إلى حاضنة سياسية هذا الأمر لم يتم إلا تم مؤخرا جدا جدا أقول في سبتمبر أو المحاولة له في سبتمبر 2021 أي قبل شهر واحد من الإنقلاب كذلك النظام اللي تكلمت عنه الوثيقة الدستورية لم يتم في أرض الواقع لأنه كان مفترض أن يكون نظام برلماني أربرلمان إلى هذه اللحظة لم يقوم الجسم التشريعي كان مفترض أن يكون الجسم السيادي الذي فيه المكون العسكري جسم تشريفي وليس لديه سلطات حقيقية في الحقيقة تحولت أغلب السلطات ابتداءا من تحقيق السلام نفسه إلى الجسم السيادي يعني الوثيقة الدستورية حبر على ورق ولكن في التطبيق لم يطبق منها شيء نجد تاني مرة أخرى أنه توسعت في مهام خطيرة جدا وكبيرة جدا لمجموعة غير منتخبة لا يمكن أن تتخذ المكون العسكري في الله المكون العسكري والمدنين غير منتخبين دخلونهم أنفسهم في مغالطات خطيرة جدا أول حاجة المكون العسكري قرر منفردا وبصمت أنه اعمل تطبيع مع إسرائيل لم يعرض هذا الأمر لم تستشر في ذلك أبدا لم تستشر جهة فيه يعني هو كان قرار منفرد لقاءة الجيش كان قرار منفرد لسيدة البرهان كذلك قام السيد رئيس الوزراء بكتابة خطاب للأمم المتحدة التي تأتي ببعثة تدعم الفترة الانتقالية رفضناه في الأول إلى أن تمت إعادة صياغته بموافقة القوى السياسية جاءت بعثة يوني تامس ولكن المكون العسكري نظر في هذا الأمر مهدد له صحيح أنه جاءت بالباب السادس بالتالي ظلت هناك نوع من الحرب الباردة غالبا وأحيانا تحير بعض الشيء وفي ظل هذا حصل صراعات حقيقية ما داخل الحاضنة السياسية نفسها حول البرنامج الاقتصادي البرنامج الاقتصادي المهم الذي كان تقدم به وزير الخارجية وزير الاقتصاد الدكتور إبراهيم البدوي حصل من داخل اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير شد وجذب شديد حوله كان هناك شد وجذب كبير جدا حول ملف العلاقات الخارجية ما بين الجسم السيادي والجسم التنفيذي وهذا كله مع أنه حول الجسم السيادي والجسم التنفيذي نفسهم لجسم تشريعي كان المفترض هذا الجسم التشريعي المؤقت يكون فقط لتسعين يوم تم تأجيله إلى ما لا نهاية الشاهد يعني كثير من الأشياء يعني الظروف حاطت بالأمر في ظل انعدام الثقة في ظل الغضب والتطلع الشعب الكبير بحق بعد ثورة كبيرة فداها بعمره وفداها بدماءه وفداها بكل مجهوده حصلت هذه التجاذبات لذلك الانقلاب في 25 أكتوبر يعني جاء إن كان من فائدة للانقلاب إن كان من فائدة للانقلاب رغم كل الدماء المية كم وعشرين روح طاهرة يفترض أن لا تقول له أي فائدة ولكن ترين أنه كان فيها حسنة ولكن لو كان لو نحستطيع أكد بصورة لا لبس فيها التزام الشعب السوداني كله بالتحول الديمقراطي الديمقراطية مطلب شعبي سوداني حقيقي وأن لا مجال لحكم العسكر مطلب شعبي حقيقي وأن يكون الحكم للمدنيين مطلب شعبي سوداني حقيقي وأن يكون الجيش واحد وإنهاء الماليشيات وغيرها مطلب شعبي حقيقي المطالب الشعبية الحقيقية لذلك الآن يستحيل على أي جهة مهما أوتيت من قدرات أو أوتيت من إمكانات إعلامية لن تستطيع أن تغيب وعي الشعب السوداني ولن تستطيع أن تغيب حراسة الشعب السوداني لما يريد لذلك هذا الاتفاق الإطاري الذي نمضي فيه إن لم نمضي فيه بما يحقق فعلا وبصورة جادة ما يطلب الشعب السوداني سيحارب وسيعزل ولن يكون تعد أمور إلى المربع الأول مثل ما حدث البداية بالتأكيد كما حدث بالنسبة لإتفاق برهان حمدوك وبالتالي لا مجال لنا كلنا إلا أن نصدق في هذا الأمر وأن يكون أمر فيه مشاركة حقيقية للقوى الشعبية مشاركة حقيقية بدون إقصاء وبأسس تجعلنا نتواضع لمهام محددة تقوم بيها مجموعة غير منتخبة وغير مخولة من الشعب السوداني وأن يكون أولوياتنا انتخابات حرة نزيها بأسرع ما يمكن اللي كلنا اتفقنا ألا تتياوز الوثيقة الدستورية شكلة على أساسها الحكومة الانتقالية وكان على رأس الحكومة دكتور عبدالله حمدوك حينها نعم على أي أساس تم اختيار من يمثل المكون المدني فيها كوزراء في الحكومة كوزراء لأن حضرتك من القيادين في الحرية وتغيير ولكن لم يتم استيوزارك في تلك الحكومة هل كان رفض منك شخصيا لا لا كان موقفنا المبدأ جميعنا أن القيادات السياسية وخاصة التي قادت في الثورة أن لا تكون جزء من الحكم وأن تتفرغ للعمل السياسي لإصلاح القوى لإصلاح المنظومات الهزبية وغيرها وأن يكون كل السياسيين ليسوا جزءا السياسيين الصارخين وليس كل السياسيين نحن شعب السوداني كل شعب مسيس ولكن السياسيين الصارخين أن لا يكونوا جزء من الحكم وأن يكونوا في الجسم التشريعي وبالتالي تمت الاختيارات على هذا الأساس تواجهنا بعدد من المشاكل خاصة من المكون العسكري تحدثوا بوضوح أننا سأسموهم الناشطين الذين أتوا إلينا في الحكم لا نستطيع كيف نحاسبهم وأداؤهم اتكلموا عن أداؤهم أنا لا أعتقد أن الكلام كان صحيح لأن أعتقد أن المجموعة المدنية التي كانت شاهمت في الحكومة الأولى اجتهدوا وكانوا مجموعة من الكفاءات الوطنية ولكن السياق السياسي فعلا دارت فيه الأمور مع شدة الاستقطاب كانت احتاجت لدعم سياسي أكبر لم تستطيع أن توفروا الحاضنة السياسية نحن مرة أخرى في قوة الحرية والتغيير وهم ذاتهم ما كان في نوع من التجانس المطلوب لذلك عندما أتت الوثيقة السلام جبة بأن يشارك السياسيين تحمس كل الأطراف تحمست يعني بما فيها المكون العسكري أشار لضرورة وجود سياسيين نستطيع معرفة من وراءهم كيفية الضغط عليهم عبر أحزابهم وغيرها وكان فيها نوع من العدالة في أنه كما أن قوة جبة هي قوة سياسية صحيح حملت السلاح لكن طالما أصروا على أن يمثلهم شخصيا أن يمثل الكافة وبالتالي جات الحكومة الثانية فيها الناس اللي عندهم وجود حزبي صارخ نحن في حزب الأمة كنا في الفترة الأولى من تبنينا بصورة قوية جدا أنه أن لا يكون حزبيين في الحكومة في الحكومة الثانية في الجولة الثانية شفنا أنه من المهم أن يكون هناك حراسة مباشرة للفترة الانتقالية من خلال المشاركة المباشرة؟ من خلال المشاركة المباشرة وفي ذات الوقت كما تعلم كلنا كقوة سياسية كنا بعيدين جدا من الحكومة التنفيذية وبالتالي أصبحت الأحزاب تحتاج لنوع من التدريب لمعرفة الدولة وكيفية التعامل معه وغيرها وبالتأكيد واحد من أهم المكتسبات في هذا الأمر كان واضح جدا أننا في الوثيقة الدستورية مثلا مهتمين بأننا نعيد صياغة الدولة السودانية لما قبل نظام الإنقاذ لأن نظام الإنقاذ كما أسلفت لك في الحلقة الماضية جاء ليعيد صياغة الدولة السودانية كلها لذلك كان من المهم الرجوع للدولة السودانية كما كانت في عشية يونيو 1989 لتكون دولة فعلا برلمانية ولا مركزية وديمقراطية الوثيقة الدستورية لم تنظر في واقع إن كل الموظفين في الحكومة السودانية وكل الخدمة المدنية مدربة على نظام رئاسي مركزي شمولي بالتالي كل القوانين الدولة كانت قوانين ضد ما أتت به الوثيقة الدستورية ومن هنا جاءت لجنة إذن التمكين لجنة أصلا كان في توافق على أن تكون هناك مفوضية لمحاربة الفساد وإنهاء التمكين ولكن واحدة من المشاكل كلها الواجهناها التأخير في تكوين المفوضيات يعني كما تعلم طيلة الفترة الماضية كونت فقط مفوضية الحدود وتمت تسمية رئيس لمفوضية السلام ولكن كل المفوضيات التانية على أهميتها وعلى خطورتها بما فيها لجنة الخدمة المدنية والمراجعة الدستورية والمرأة وكل كتابة الدستور أي كلها لم تكون بالتالي كان من المهم أن يكون هناك تحقيق لواحد من أهم مطلوبات وشعارات الثورة كان المفترض أن تكون اللجنة إذن التمكين لجنة مؤقتة بقانون إلى أن تأتي المفوضية ولكن أنا أعتقد شكل الجذب والتناحرة التمة والهجوم خاصة من العسكريين على اللجنة حول للجنة اللي بتمثل ضمير الثورة إنه اللي بتحقيق كأن هناك ثورة أتت هناك تغيير لأنه أصبحت الجهة الوحيدة اللي بتعمل عمل محسوس هي لجنة إذنة التمكين ولكن أيضا في نفس الوقت شابها الكثير منها صحيح أنا أتفل من سوء الأداء صحيح أساسا تهمة التي وجهت لها أو ربما تهمة الأكبر هي وكأنها تحولت إلى لجنة تصفية حسابات سياسية وشخصية مع أطرف أسماء معينة هذا اتهام قائم ولكن نحن الآن جميعنا نتحدث عن ضرورة وجود لجنة لإزالة التمكين مع مراجعة ما تم لأنه اتهام وإخوتنا في لجنة التمكين عندهم ردود في هذا الأمر بغض النظر عن هذا الأمر هو في الآخر محل مراجعة مهم تكون ولكن هذا مرة أخرى يؤكد ضرورة أن تكون هناك لجنة أو مفوضية لإزالة التمكين لأنه الآن واحد من أهم أسباب المشاكل التي تتعرض لها الثورة وعدم بلوغة لغاياتها بصورة معقولة هي وجود تمكين على المستوى الاقتصادي والإعلامي والعسكري كبير جدا للنظام البائد الذي لم يجد في نفسه حتى الآن الوطنية الكافية لأن يراجع أفعاله الخطيرة حتى أتت بانقسام للسودان وأتت للسودان أصبح محل تدخل دولي وأتت للسودان أن يكون محل فشل اقتصادي وغيره إلى الآن للأسف هؤلاء المجموعة من المواطنين السودانيين الذين استأثروا بالحكم لمدة 30 سنة لم يجدوا في أنفسهم الشجاعة والوطنية أن يراجعوا هذه الأفعال الشنيعة التي جعلت السودان محل للغضب ولوأد الأمل الكبير المأمول في هذا القطر الكبير صاحب الموارد الكبيرة إن كانت بشرية أو متجددة أو غير متجددة طيب دكتورة ماريون بقية لدينا الآن دقيقة أو دقيقة ونصف لانهات هذه الحلقة بالنسبة لمسألة محكمة رموز النظام السابق إلى أين وصلت الآن وهل هناك ثقة من قبل المواطن السوداني في القضاء السوداني الحالي بحيث أنه يحق الحق ويحاكم من يجب أن يحكم ممن يتكب التجاوزات في المرحلة الماضية للأسف حتى الآن الأمور تسير بصورة فيها بطء شديد وتسير بصورة تضعف الثقة كل يوم في هذه المحاكمات وتجعل من محكمة الجنايات الدولية وإحالة المطلوبين من محكمة الجنايات الدولية أمل مهم بالعدالة لكثير من الذين ظلموا من النظام البائد بالتأكيد هناك ملاحظات كبيرة جدا وأساسية من قضاء أنفسهم على القضاء السوداني وكما أسلفت لحضرتك مسألة تمكين النظام البائد لنفسه في مختلف أفرع الدولة على راسة القضاء ومن ضمنها القضاء وبما أضعف استقلالية القضاء وبما شكك دوما في القضاء ويجعل القرار 15-93 الذي أحال أمر المطلوبين من محكمة الجنايات الدولية أحالوا من مجرد طلب أو نظر فيه كما تم في مارس 2005 حولوا إلى أمر واجب وحول السودان لبلد مكبل بالعشرات من القرارات الدولية بواقع الباب السابع الذي هو باب الجبر من ميثاق الأمم المتحدة واحدة من أهم الأشياء بموجبة قبلت محكمة الجنات الدولية هذا الأمر هي التحري عن القضاء السوداني وما وجدته فيه من ضعف ومشاكل حول استقلالته شابت طريقة تعيين رئيس القضاء والنيابات وغير من القضايا وهذه واحدة من تحدياتنا الكبيرة لأن مسألة استقلال القضاء وقوة القضاء هي أساس مهم للدولة وليستقرارها وللتحول الديمفراطي أشكرك دكتورة مريم صدق المهدي انتهت هذه الحلقة ما زال ما من حلقة مقبلة حتى نتحدث عن مرحلة وزارة الخارجية والحكومة الثانية الحكومة الانتقالية الثانية بعد نجح الثورة والوثيقة الدستورية فشكرا لك ونلتغي الأسبوع المقبل بإذن الله إن شاء الله شكرا لك جزيلا وشكرا لكم أيضا مشاهدين كرام إذن ملتقنا يتجدد في الحلقة المقبلة الأسبوع المقبل بدل الدين الصاغي وحييكم السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر